سحبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس عينة شملت 174 من حافظات الشاي والقهوة أو ما يعرف بالترامس بعدما أشيع عن احتوائها على ألياف مادة الإسبستوس المسببة للسرطان وأثبتت اختباراتها إيجابية وجود الإسبستوس في 14% من تلك الترامس الموجودة في الأسواق السعودية الهيئة أوضحت بأن خطورة الإسبستوس تتجلى فقط عند استنشاق المادة عقب انكسار الزجاج الداخلي ودعت الجمهورة إلى ضرورة التخلص منها في أكاس محكمة في سلسلة كبيرة من العينات سحبت بالذات ترامس الشاي أو ما تسمى حافظات السوائل واخضعت لجميع الاختبارات خاصة منها اختبار ما يهم الناس أو ما يشغل الناس اختبار الإسبستوس والحقيقة تبين نسبة كبيرة جدا من المنتجات مجتازة للمنتجات والنسبة ضئيلة جدا ممكن تكون لم تتجاوز وتم أبلاغ الجهات المسؤولة في هذا الشيء هذا أما تلك الأواني المقلدة والقادمة من بعض الدول فأثبتت النتائج احتواء معظمها على اليوريا والرصاص والكادوميوم والكروم والألمونيوم وهي مواد كيموية تهاجر أثناء الطبخ من المعدن إلى الغذاء ما يتسبب بأمراض عدة مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد وتأخر النمو وصرطانات الكلا والكبد والدم والأورام المختلفة فطبعا يكون أحيانا هجرة للمواد الثقيلة والأناصر السامة من خلال الحرارة والتفاعلات معينة فأحنا كل طبعا جميع ما نخشاه وأكبر ما نخشاه وهجرة المواد الملوثة مثل الرصاص والزرنيخ والكادوميوم والآخر للأغذية وتحرص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على توعية الجمهور بتغيير سلوكهم تجاه أواني الطبخ والتحضير ابتداء من شراء المنتجات الأصلية وانتهاء بالتحذير من استخدام أواني البلاستيك والميلمين في تقديم المشروبات والأغذية الساخنة من الرياض حسين بن مسعد العربية